بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الأعزاء سنوات ثانية ثنوي علمي أهلا ومرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات ما زلنا معكم مع حل تمرين رقم 78 صفحة 232 طبعا على الزوايا الموجهة بالضبط على حل معادلات مثلثية سبقت على حلكم الجزء الأول أتمنى فقط أنكم استفدتوا حلنا المعادلة الأولى وهي سينيس مربع إكس نقص سينيس إكس نقص ستة تساو سفر على المجال أر الآن رح نجيب لكم حل المعادلة الثانية وهي ثنين كوس يونيس مربع إكس نقص ثلاثة كوس يونيس إكس نقص نين تساو سفر طبعا على المجال إي المجال المغلق سفر ثنين بي يعني أعلى طول الضائرة المثلثية نبدأ على بركة الله يالله مع بعض نسمي الله نقول بسم الله طبعا قبل ذلك لمن يريد العودة إلى الجزء الأول ما عليه إلا العودة إليه رح تستفادوا أكثر وأكثر وطبعا طلب بسيط لا تنسوش فقط أن تشتركوا في القناة لكي يصلكم ما هو كل جديد والضغط على الجرس لكي يصل إلى أكبر عدد ممكن من الأصحاب والأقارب واللي تحبوهم باش تتعم الفائدة لهذا الفيديو نبدأ على بركة الله يالله مع بعض سموا معي بسم الله ونبدأ على بركة الله إذن يقول حال في أير يعني للمجال سفر ثنين بي المجال على سفر مغلق وعلى المجال ثنين بي مفتوح حذاري يعني المجال كيكون مفتوح أو مغلق يعني مهم جدا كيكون مغلق راح نشوفوا فيما بعد المعادلة التالية ثنين كوسيونيس مربح ناقص ثلاثة كوسيونيس ناقص إثنانة نلاحظ أن هذه المعادلة ذات المجهود كوسيونيس وتقريبا مكتوبة مثل المعادلة الأولى كيكون مربح ثم ناقص ثلاثة كوسيونيس ناقص نين تساو سفر يعني ممكن نكتب هذه المعادلة على شكل ثنين كوسيونيس الكل مربع يعني نفس الكتابة ناقص ثلاثة كوسيونيس ناقص ثنين تساوي سفر إذن بتغيير المتغير رح تخرجنا معادلة من الدرجة الثانية إذن ما علينا إلا أن نقول نفس الخطوات نتابع نفس الخطوات نقول نضع ت أو ز أو إغريك فقط نتجنب إكس أي متغير أضعه يساوي كوسيونيس إكس طبعا مع الشرط مع لازم تي تاعي يكون محصور بين نقص واحد وواحد معنى ذلك كنلقى الحلول لازم أتحقق أن تي تاعي ينتمي إلى نقص واحد واحد لماذا أستاذ تي تاعي محصور بين نقص واحد وواحد لأن الكوسيونيس في الضائرة المثلثية في الضائرة المثلثية التاعي عندما نرسم الضائرة المثلثية دائما هي محصورة بين نقص واحد وواحد هنا نقص واحد وواحد يعني الكوسيونيس محصورة بين هذه القيام يعني إذا رقيت كوسيونيس أي زاوية يساوي 2 أو نقص 2 أو 3 أو 4 فإن الضائرة الضائرة غير موجودة إذا إذا قينات تي تاعي يساوي أي عدد يختلف أو لا ينتمي إلى هذا المجال سيصبح حلا مرفوضا وبالتالي المعادلة تاعي تصبح تكافئ إذا نكتب 2 كوسيونيس مربع X ناقص 3 كوسيونيس X ناقص 2 راح تكافئ ما يلي بعد تعويض تكافئ بعد تعويض T يساوي كوسيونيس X راح تصبح المعادلة التاعي كما يلي شوفوا معي ستصبح 2 T مربع ناقص 3 T ناقص 2 تساوي 0 أصبحت عندي معادلة من الدرجة الثانية أتاعي يساوي العدد 2 معامل تعتي مربع هو 2 معامل T هو ناقص 3 إذن بي تاعي تساوي ناقص 3 والمعامل ستاعي هو ناقص 2 ما علي إلا تطبيق المميز المميز دلتا كما قلت هو بي مربع ناقص 4 أصي وبالتالي الدلتا نعوذ بالأعداد بي هو ناقص 3 إذن ناقص 3 لكل مربع ناقص 4 أ هو 2 في العدد س لهو ناقص 2 نتابع هو يساوي إذن هنا ناقص 3 لكل مربع يخرج لـ 9 ناقص في ناقص زائد 4 في 2 8 8 في 2 16 ويساوي 9 زائد 16 25 إذن دلتا تاعي شوفوا معي دلتا يساوي 25 أكبر تماما من الصفر نقول نسمي هذه المعادلة مثلا نسميها المعادلة 1 إذن نقول للمعادلة 1 حلين حلين متميزين لهم تواحد هنسميه تواحد وتثنين إذن نحسب تواحد دائما نفس القانون تواحد يساوي ناقص ب ناقص جذر دلتا على ثنين أ وعوض ناقص تعالقانون نفتح قوس بتاعي كم يساوي ناقص ثلاثة إذن ناقص ناقص ثلاثة ناقص جذر دلتا هنا جذر دلتا هو جذر 25 إذن نكتب جذر 25 على 2 في أ الأبتاعي هو 2 إذن 2 في 2 ويصبح يساوي ناقص في ناقص ثلاثة ثلاثة ناقص خمسة جذر 25 هو خمسة على 2 في 2 4 ويساوي ثلاثة ناقص خمسة ناقص 2 على 4 وكي نختزل على 2 على 2 رح يخرج لن ناقص 1 على 2 إذن لقيت الحل الأول T1 يساوي ناقص نصف وهو ينتمي إلى المجال ناقص 1 1 إذن هو حل مقبول رح نشوف الحل الثاني ثم نكمل الحل الآن الحل الثاني T2 قلنا حلين متمايزين يساوي ناقص ب زائد جذر دلتا على 2 أتابع ناقص تعلقانون بتاعي هو ناقص 3 وعوّ زائد قلت جذر دلتا هو خمسة جذر 25 هو خمسة على 2 في 2 وخرج ناقص في ناقص 3 زائد 3 زائد 5 على 4 3 زائد 5 8 8 على 4 خرج لثنين طبعا T2 الحل الثاني يساوي 2 إذن حل مرفوض إذن نكتب T الحل الثاني يساوي 2 والعدد 2 لا ينتمي إلى المجال ناقص 1 1 وبالتالي فهو حل مرفوض إذن عندي حل 1 فقط مقبول إذن نكتب من أجل T1 يساوي ناقص نصف ثم نبدأ نكمل الحل وتابع إذن قلت نكمل الحل من أجل T1 يساوي ناقص نصف إذن شوفوا معي نفرض أن T ماذا يساوي يساوي كوس يونيس إكس إذن وبالتالي كوس يونيس إكس يساوي ناقص نصف طبعا تكونوا تعرفوا الزوايا المشهورة نعرف أن في الضائرة المثلثية يجي ناقص نصف هنا نجي الضائرة على محور الكوس عندما نسقط هذه على الضائرة المثلثية رح نلقا أن هذه الزاوية هي الزاوية 2 على 3 طبعا هي إحدى الزاوية المشهورة اللي عندها الكوسيونيس داحة هو ناقص نصف وبالتالي رح تصبح عندي كوسيونيس إكس ماذا يساوي بدلا ما نكتب ناقص نصف وش نكتب نكتب كوسيونيس 2 P على 3 تذكير بسيطة عندما تكون عندكم كوسيونيس ألفا تساوي كوسيونيس بيتا نعلم أن حلول هذه المعادلة قريطوها من قبل ألفا تساوي زائد أو ناقص بيتا زائد 2 كا P طبعا هذا في R إذن يكون عندي المجال R ولكن هنشوف نحن في المجال التالي إذن نطبق نفس القاعدة إذن حلول هذه المعادلة هي إكس تساوي زائد إذن نكتب ها متفرقة هكذا نفتح الحاضنة تاقي إكس تاقي تساوي الزاوية بيتا اللي هي 2P على 3 زائد 2K P أو نزيد أو إكس تاقي رح تساوي لناقص 2P على 3 زائد 2K P طبعا ما ننساش أن K تاقي هو أدد صحيح نسبي Z ينتمي إلى Z هذا القيت الحلول في R إذن هذه الحلول في R ولكن حذاري إذن الحلول هذه في R في المجموعة R ولكن نحن عدنا إذن نقول في المجال الآن نجي يعني لازم تركز معي في المجال E اللي هو قلنا أن 0 مغلق 2P مفتوح هنا رح أحاول أن أجد حصر لك إذن إيجاد حصر لك باش نلقا الحلول في هذا المجال كيف ذلك أستاذا نبدأ بالحل الأول وهو 2P على 3 زي 2K إذن لدينا شوفوا معي وركزوا معي هي نفس الخطوات التي تطبق في أي معادلة لدينا X ينتمي إلى هذا المجال يعني X محصور بين هنا الصفر الصفر ينتمي إلى المجال وأقل تماما من 2P حذري هنا أقل تماما لأن المجال مفتح مفتوح ثم بعد ذلك نأخذ الحل الأول إذن نكتب الحل الأول وهو 2P على 3 زائد 2P أو K نفس الشيء محصور وحيكون نفسه محصور بين 0 و 2P الخطوة الأولى رح نقول نضرب هذه المتبينة لأنني ما عنديش القسمة في المتبينات في 1 على 2P لكي أتخلص من 2P إذن نضرب المتبينة هذه أول خطوة في العدد شوفوا معي 1 على 2P الآن كي نضرب جميع الحدود في 2P هنا 0 في 1 على 2P يخرج دائما 0 أصغر أو يساوي حذاري هو أدد موجب إذن لا يغير من إتجاه المتبينة هنا رح يكون 2P على 3 في 1 على 2P زائد 2P K على 2P أصغر تماما من 2P على 2P شتوه على خير 2P بشي رح لكامل 2P لأنه عامل مشترك الآن هنا دائما أتحصل 0 الصغر أو يساوي هنا يروح ل2P مع 2P يخرج 1 على 3 نمشي خطوة بخطوة زائد 2P يروح مع 2P يبقى لك أقل تماما 2P على 2P و1 ثم على ماذا أتخلص أتخلص من 1 على 3 نقول نضيف بكل مرة ندر خطوات نضيف العدد الآن وش نضيف بشي رح لي 1 على 3 نضيف العدد نقص 1 على 3 إلى أطراف المتبينة نتحصل أو نجد على ما يلي نحن نضيف 1 زائد نقص 1 على 3 يخرج نقص 1 على 3 أصغر أو يساوي هناك ينضيف نقص 1 على 3 زائد 1 على 3 سفر يبقى لي ك فقط أقل تماما من 1 نقص 1 على 3 تمنى فقط أنكم مركزين معايا هنا يبقى دائما نقص 1 على 3 أصغر أو يساوي من ك أصغر أو يساوي طبعا هذه العمليات درستوها في سنة أولى ثانوي حصر عدد إذن 1 نوحد المقامات 3 تليلي 3 نقص 1 على 3 إذن هذا يساوي لي 2 على 3 إذن أخيرا كتاعي محصور بين 0 و 2 على 3 إذن 2 على 3 بالتقريب شحال إذن ديروه بالألة الحاسبة بالتقريب 0.66 إذن كتاعي محصور بين 0 و 0.66 ولكن نقول بما أن شوفوا معي ما تنساوش أن كتاعي ينتمي إلى زاد ينتمي إلى زاد عدد صحيح نسبي إذن منه و كتاعي محصور بين 0 و 2 على 3 وبالتالي شحال يصبح كتاعي كتاعي يدي قيمة واحدة فقط وهي 0 لأنه محصور بين 0 و 0.66 وهو عدد صحيح نسبي إذن كتاعي رح يدي فقط كيساوي 0 إذن نقول من أجل الآن بعدما لقيت الحصر قيم كتاعي من أجل كيساوي 0 رح نعوض في الحل الأول عدنا إيكس تاعي من الأول يساوي 2P على 3 زائد 2K إذن من أجل كيساوي 0 ماذا أتحصل أتحصل على إيكس تاعي من أجل كيساوي 0 إذن إيكس تساوي 2P على 3 زائد 2 في 0 عوض كب 0 في P وبالتالي إيكس تاعي سيساوي 2P على 3 إذن الحل الأول هو 2P على 3 أتمنى فقط أن الطريقة واضحة للجميع نتابع الحل إذن إيكس يساوي 2P على 3 حل للمعادلة 2 cos مربع إيكس ناقص 3 cos ناقص 2 ساو 0 الآن استعملنا الحل الأول القينا قيمك الآن سنستعمل يساوي ناقص 2P على 3 سايد 2 K P ونلقى قيم K عدنا دائما إذا تعيين قيم K تعيين قيم K إذن عدنا إيكس دائما محصور بين 0 و 2 P يعني ينتمي لهذا المجال وعوضه بالحل الثاني هكذا دائما الطريقة لإيجاد قيم وعوضه الآن ونعوضه بالحل الثالي 2P على 3 زائد 2K P محصور بين 0 و 2 P رح أعيد نفس الخطوات نفس الخطوات إذن أولا رح نضرب نضرب في العدد دائما أعيدها 1 على 2 P إذن هنا تخرج لدائما 0 ثم بعد ذلك يروح ل 2 P مع 2 P يخرج ل ناقص هنا فقط ناقص 1 على 3 زائد 2P يبقى لك أقل من 2P على 2P يبقى لي 1 ثم بعد ذلك نضيف العدد نفس الخطوات العدد 1 على 3 لأطرف المتبينة هنا تبتلي 1 على 3 أصغر أو يساوي 1 على 3 زائد 1 على 3 يروح يبقى لي فقط كأصغر تماما من 1 زائد 1 على 3 وهناك 1 المقامات يخرج 4 على 3 3 زائد 1 4 على 3 4 على 3 هو بالتقريب 1.66 إذا نكتب 1.33 1.33 1.33 إذن عندي كتاعي 1 على 3 بالتقريب 0.33 أصغر أو يساوي من ك وأصغر تماما من 1.33 من أن كتاعي ينتمي إلى الأعداد الصحيحة النسبية إلى زاد إذن منه شوفوا معي شوفوا معي ندير لكم خط فقط إذن عندي الأعداد هنا الموجبة وهنا الأعداد السريبة الآن عندي كتاعي محصور بين 1 إذن هنا 1.33 بالتقريب هنا 1.33 وبين 0.33 بالتقريب هنا 0.33 إذن ما هي قيم ك حيث ك تنتمي إلى زاد إذن سنبدأ 0 هو 1 إذن منه قيم ك هي ك تساوي 0 أو ك تساوي 1 إذن رح نشوف الحلول أولا نبدأ من أجل ك يساوي 0 الحل الثاني نعوضه بهذا الحل يعني نقص 2 2 3 زي 2 ك إذن عندي ناقص 2 P على 3 زائد 2 في 0 في P يصبح الحل الثاني إكس يساوي ناقص 2 P على 3 الحل الثالث من أجل يساوي يساوي حتى حصل على X يساوي ناقص 2 P على 3 زائد أي عرضا ما نكتب ك وش نكتب ك 2 في 1 أو 1 في P يصبح ناقص 2 P على 3 زائد هنا 2 في 1 في P تصبح 2 P ثم أوحد المقامات هنا على 1 نضرب 3 في 3 تصبح 6 6 2 يخرج 4 P على 3 إذن الحل الثالث هو 4 P على 3 إذن جملة الإجابة سنكتب حلول المعادلة 2 cos x 3 cos x 2 0 هي نجمع جميع الحلول الحل الأول هو كتب من قبل X 2 P على 3 و 2 P على 3 4 P على 3 نبدأ بالحل السالب نكتب 2 P على 3 2 P على 3 أخيرا 4 P على 3 إذن المعادلة تقبل 3 حلول إذن أتيت إلى نهاية هذا الفيديو بالتوفيق للجميع سلام الله عليكم لا تنسونا بالتعليقات واللايكات الجميلة منكم إذن والاشتراك في القناة ليصلكم ما هو كل جديد سلام الله عليكم إلى الملتقى إن شاء الله موسيقى